أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من ما بدها الآن ما بدها الآن صدقني صدقني ما بدها الآن أهلا وسهلا بكل مشاهدي موقع الفن ومتتبعي برنامجنا اليوم ضيفنا إنسان جدا مميز ممثل محترف عنده جمال الروح وجمال المضمون وأناقة ولباقة الحديث مع زملائه ومع الإعلاميين وكل محيطه مازن معظم أهلا وسهلا فيك كمان مرة عم وقع الفن مرسي أنا فيك مازن بتلاقي حالك إنك وصلت للنجومية أخدت حقك بالمسلسلات اللي قدمتها مش قصة أخدت حقي ألا أخدت حقي من الناس الحمد لله عندي محبيني كتير وهذا الشي أنا بلمسه بشكل يومي وين ما روح بكل مطرح بفتله بس إذا بدك ما حققت اللي أنا بديه يعني أنا عندي بعد طموح كتير كبير يعني أنا بقول إنه أنا مثل واحد هيك أنت مربط طيله إيديه وهو بده حابب أنه يعمل شيء يطير وإنت بعدك مربط طيل فأنا هذا اللي عم حسه هلأ بهالفترة لأنه ما عم نشتغل كتير مثل ما لازم مثل ما كنا نشتغل قبل يعني هي مش قصة دور قصة كمية الشغل لا لا بالعكس هي قصة ما هي قصة دور وقصة شغل يعني بنفس الوقت لأنه قبل قبل كان ينعرض علينا كتير فنقه هلأ للأسف ما في يعني هالكمية الشغل لحتى ينعرض عليك وتنقه مع أنه نقلوا من التليفزيونات على المنصات يعني لازم منصات يبلشوا يعرضوا بس نحن نحن كان كالبنانية عم قول أنه ما قلنا كتير مطرحة بيكون ليه؟ ما بعرف هلأ في منهم لأنه شايفوا حالهم بالأسعار وبالتعامل بهذا بس في قصهم مش لأن شايف حالهم طيب ليه؟ ما في منهم هدا الكلام شو السبب طيب؟ هلأ المنتجين دايما بيقولوا أنه نحن ما منبيع وهيدي ما بعرف هالحجة يعني ما بعرف يعني ما بفهمها لأنه أنا اليوم اعتبرني برودكت وإنت عم تسوقني اللي حتى بيعلك ففيك تحطني بهذا العمل مش البطل الأول أوكي ماشي الحال بصير مرة الثانية ومرة الثالثة بصير شوي شوي بصير معروف اللي حتى بيعلك بصير بين طلب يعني بصير هالبرودكت ينطلب عدبين على شي منتج؟ عدبين على الكل ايجل الصباح ما فيه لك علاقة معهم كلهم؟ كلهم أصحابي أكيد علاقة جيدة مع الكل بس بعتب مش بس كرميلة أنا أنا بعتب كرميل كل الممثل لبناني قاعد ببيته وما عم يشتغل مش بس كرميلة يعني يمكن أنا اشتغلت هيدا أنا اشتغلت برمضان أنا كان عندي عمل نعرض على روتانا دراما وعلى البي سي الفضائية يعني وعمل الحمد لله انحضر برا وأنا كنت كتير مبسوط بالتصوير بداي تعرف يعني بيتغنج الواحد المثل بداي وصار هيدا التجربة مع المثلين العرب اللي كانوا موجودين يعني أنا كان عندي تجربة كتير حلوة بس غيره ما كان موجود مازل خليني قللك إنه هلأ سعيد سرحان إن شاء الله يوصل للعالمية لأن هلأ عنده مشروع مع كولين فيرت الممثل الهوليوودي العالمي بس ههو دي بيعملون على سعيد شخصي وخاص يعني هالمجهود اللي بيعملوه بالوقت اللي من بعد ما هو مثلا هي بيعمل عديد من المسلسلات ولكن بتحس إنه مثلا ما نعرض عليه دور بطولي مثل ما أنت عم تقول دور هيك ليش هيك بيكمعون لو ممثلينا هلأ أنا ما في أحكي عن تجربة كل شخص أنا بيحكي بشكل عام هلأ سعيد ممثل ممتاز ممتاز جدا جدا وعلم بالعيبة وبسايكوبة كل شيء أساسه كتير عالي وبيشتغل كتير حلو فبيستاهل أكيد يعني وأنا كتير مبسوط إنه هو عنده هادي التجربة يهلأ وإن شاء الله يا رب يقدر هيك ينجح فيها يعني بس ما بعرف شو ظروفه ما بعرف شو بس أنا عم يحكي بشكل عام اليوم في كتير مسلين لبنانية مبعدين إذا بديك ومع بيشتغلوا للأسف للأسف طيب أنتو بتخافوا كممثلين لأنه بيقولوا سيتم تي أريسك يعني في مخاطرة بشغلكم أوقت في شغل أوقت ما في شغل أوقت كتير ما في شغل كمان هلأ بتخاف على آخرتك على مستقبلك مستقبل ولادك مازن كرمل هيك يعني هلأ اللي ما بفكر بهالطريقة ما بعرف شو بيكون بحق يعني أكيد كلنا متفكر بهالطريقة لو قد ما يكون عنده الواحد إيمان برب العالمين يعني إيمان كتير كبير بالله أوكي وبسلم دايما أمري لرب العالمين وبقول أنه ربنا ما بيترك حدا وما بينسى حدا بس بدل الواحد قد ما يكون إيمانه كبير بالنهاية نحن بشر فبدل الواحد يخاف من بكرة بدل الواحد خاصة أنه عنده عائلة عنده أولاد والمدارس بتعرفي يعني يعني مدارس وبكرة بعدين جامعات فالواحد بدل يفكر لبكرة أنت كان عندك معمل أحزية وسكر سكرنا ما عندك شغلة تانية الأزمة حاولنا أنه نضلنا هيك مستمرين استمرنا لفترة بعدين خلص ما قدرنا نكمل استنفذنا كل الطاقة اللي عنا وما قدرنا نكمل لأنه الصناعة في لبنان مكلفة كتير وبتكلفة وتكلفة عالية ومصروفة كبيرة فما قدرنا نكمل ما عندك شغلة تانية يعني؟ هلأ حاليا ما عندي عم نحاول هيك أنه نعمل شيء إن شاء الله إن شاء الله يا رب قديش مؤسف هالشي؟ يعني متى وقت بتسمع أنه فؤاد شرف الدين صاروا يطلبوا له بمصر اللي يعملوا له عملية راسه عن جد فؤاد ممثل قدير لأسف وكبير بالعمر وحضوره جدا مميز وكان قلو كمان دار صغير بـ 20-24 علم فيه شو بتشعر أنت كممثل إنه هالشي بيخوفك؟ هالشي بيحمسك إنك تساندو؟ شو بيكون وضعك؟ هلا أنا بهذه الظروف خاصة بظروف المرض وهذه القصة السليوية ما بحب أذكر أسماء لأنه لأ طنطنت القصة أنا مش عم بحكي شيء برايفت أنا ما بحب أذكر بس أنا في هول المسلين أنا تربات وأنا عم شوفهم أنا عم محضروني أنا وصغير كتير تعلقت بالأفلام اللبنانية فؤاد شرف الدين ومحمد المولى كنا عم نذكر على الخليل وشوء متى وكتار من المسلين الله يرحم شوء الله يرحم شوء أكيد هول المسلين أنا كتير وأنتوان كرباج الله يطول بعمل يعني هول المسلين عن جد أسات زيكبار وأنا كتير كنت حبهم فبزعل أكيد بزعل بزعل كتير طبعا مازن بتجربوا بالنقيبة بتعملوا شي مشروع كرمي لإخرتكون كرمي يعني أبو سليم كل ما حدا بيمرض بيروح بيشحد له مصاري ليسيعدوا بالنقيبة بتجربوا تعملوا شي كرمي لا تضمنوا مش بس الكبار بالعمر كمان أنتو وعيالكم والوسط بالعمر والجمار لا لا ما فيه هذا المجهود الجماعي كل واحد يا رب نفسي ما فيه هذا المجهود الجماعي منه موجود أبدا طيب ما زل قتينا على ذكر السينما عملت زكارنيبا أول قسم هالشي قلت ما بدي أمر أصلك أنك تتلاقى بنجلاء فتحي بمثلين مصريين وهايك ليه ليه ما خشيت السينما المصرية وكيف كانت التجربة مع نجلاء فتحي كانت تجربة رائعة أنا كنت صغير أنا كنت بعدش كانت أنا بالجامعة بعدني وجعلاتك أطول كانوا كانت بعدني بالجامعة وبتذكر كان المنتج اسمه فؤاد الألفي قال لي أنت عامل حاجة خطيرة في الفيلم وكان الحمد لله دور حلو ناجح بس وطلعت عمصر أنا من بعد بس ما نفتح لهذه البوابي ليه ما بعرف ما بعرف طب بالسينما بالسينما رجعت عملت كان عندي تجربة سينمائية بالأردن فيلم منعطف إخراج رفق عساف توفق الله يرحمه كان مع نجم عالمي فلسطيني عالمي اسمه أشرف برهوم عمل كتير شغل بهوليوود أشرف معروف كتير برا فكان كنت واحد أنا من أطال الفيلم وكانت تجربة رائعة وكانت فاتنة ليلة كمان بطلة بالفيلم وإنتاج كان كانت تجربة تاخد العقل أنا مبسطت كتير الفيلم برم كتير مهرجانات وأخد كتير جوائز وكانت تجربة لقلة مشرفة ورائعة جدا الآن عرض علي أفلام كتير بس كانت أفلام سخيفة مثل بتنعمل هون قصص ساكد ما قلع عازية أنا بحس أن ما فيه نصوص نصوص ما اشتغلت لأن الأفلام كانت هيك يعني بقولوا عنها هيك لايت كوميدي بس هي سخيفة بدك تنسل شيء أهم يعني يكون نصوص أهم أنا كممثل ما فينا نكون موجودين بكل شيء مصبوص ليه بينعرض علينا بعدين حسن اختيارك بخليك تضلك محافظ على مركزك وعلى مستويك بفتكر الحمد لله طبعا طبعا أكيد كتير كتير مهمي شي مرة أخدت المريكس دور ماذا أخدت عن أي دور الشقيقتان وزوجتي أنا شو حلو طبعا شو هالشعور الحلو الدعم المعنوي هلأ ما فيش دعم مادي باللبنان معطرين بس الدعم المعنوي شو بيعطيك بحقك بخليك هيك تتحدي حالك أكتر وتصير تتفتش على على نجاح أكبر وأدوار أحلى وأدوار أهم وشغل أهم يعني إحنا دايما الواحد هيك بيكون مش راضي مية بالمية عن اللي بيعملوه لأنه نحنا عنا طموح نحنا دايما منفكر أنه بدنا نعمل الأحسن بدنا نقدم الأفضل مصبوط بدنا نقل نصص أحلى وبدنا بس للأسف معنا هيدا حظنا هيك يعني إحنا كالبنانية حتى بالأدوار يعني أنا بقول طب أنا حابب ألعب دور مثلا يمكن ميكانيسيا حابب ألعب دور حدا أبن شارع يعني أزعر يعني كتير حابب ألعب دور مثلا يعني لعبت سايكو لعبت كتير أدوار بس في أدوار أنا طب بشوف غيري من النجوم العرب عمير عبو هيك أدوار إن كان بمصر ولا بسوريا بصير بقول طب نحن ما بينعرض علينا هيك للأسف يعني نحن حطينا بخام بمطارح معينة والنصوص ما عم تكون هيك إذا بدك يعني ما عم تلبي لنا طموحاتنا بدأي لك شارلي مش بس جيلكم جيل قديم مثلا الأدمة بيعملوا شيء اسمه ستيريوتيب يعني واحد مثلا بينجح بالأدوار الشريرة حصوب وجه سقر بصيرو ديما يعطوه دور الشرير دور الشرير دور الشرير عرفت كيف غسن قصطفين دور البي اللي بيبكي دور البي اللي بي يعني ما بعرف هيك بيركب يعني مثل إذا بدك بحطوه بإيلي بصيرو ديما يعطوه زيت الأدوار مثل ما حضرتك عم بتقول بس لي بس حتى أصدق أنا الحمد لله أنا وعد بأدواري أنا لعبت لعبت المقعد المسيح لعبت سايكو لعبت الفيلين لعبت كتير قصص بس كمان في أدوار هيك بتروحي بتقدر تروحي تلعب المكانيسيان لك شحطار تقبل شحطار لك وجهك طبعا أكيد بالغالبون في كتير أدوار أنا يعني عبالي ألعبهم بالغالبون عملت دور المقاوم البطل اللذيذ بس هو كان دور مركب لأنه كان هو حتى مخابراتي يعني هذا هو بيلعب على خبلها بفوت يعني بفوت بالمخابرات وبصير واحد منهم بس هو مش منهم يعني هو بكون عم يشتغل مع المقاوم فهذا الدور كان رائع جدا كتير حلو وأنت عامل هيك أدوار عامل دور كمان العسكر الفرنسيوي يعني بتحكي بالفصحة وبتحكي بالفرنسيوي أنت سقفتك فرنسيوي أو إنجليزي أنا بالمدرسة كنت فرنسي بعدين بالجامعة أوكي إنجليش أنت تتكن الفرنسية والإنجليزية لقطة أنت لكان بالتمثيل لازم يعرف المنتجين أنك لقطة بالتمثيل يعني عرفت كيف أنا تلميذي فرير وبعدين صارت الحرب فهيكي يعني صرنا نروح نحنا يعني اللي بقيوا من الفرير روين رميلي وقتها أخذونا صروا يدمجونا مع غير مدارس بعدين عملوا لنا شيء اسمه مدرسة بعدين تفرطعنا كل واحد راح من ميلي وين مسجلوا لدك بأي مدرسة بحسام الدين حريري بسيطة شو لغتهم فرنسي وإنجليزي إنجليزي بس هاي دي كانت غلطة دي أنا ردات عمرتي فيها يعني أنا مرة قلت لأ خلينا نفوتهم إنجليزي لأنه أنا بدرسهم ويك بس أنا ندمت لأ أنا اللي بي يتعلم فرنسيوي بيصد أهيانه أسهل بكتير إنه يتعلم إنجليزي طبعا بس الإنجليزي هي خلص اللغة العالمية اللي بيشتغلوا فيها بس إنه الواحد يكون بيعرف اللغتين يعني طب علمه فرنسيوي بحكيه فرنسيوي بنزعج لما اسمع حدا عم منهم عم يقول بالأكسنت أكسان غلط يعني بشي غلط هيك بنزعج إذا الشي حدا بدي يروح على مجال التمثيل بتدعمه أنا بعت الحرية بالاختيار أنا بنصح أنا بقول فيه هون هيك وفيه هيك فيه مصاعب فيه حسنات وفيه سيئات بس إنه بيختاروا أكيد طب سؤال معلي بدرجعك شوية للقديم ما زل أنت كنت تحب التمثيل ليش بستوديو الفن اشتركت كموضل لأنه ما كان فيه تمثيل وما كان فيه إلا استوديو الفن وما كان فيه إلا استوديو الفن طب مكتب استوديو الفن ساعدك شي من بعد ما تخرجت بالميدالية الدهبية لا لا أبدا طلقت وحدك أنا أول مرة مثلت بحياتي بتذكر إنه رحت عند وجدي شاية الله يرحمه بالجديد وأنا كنت يعني فيه ناس من العائلة كنت أصحاب أنا وياهم فرحت عند استاذ وجدي الله يرحمه وعرفني على استاذ ميلاد أبو موسى كان مخرج بالجديد وعملت برنامج إنتقادي ساخر مثل أسأل شي كان اسمه حلو الرواء هادي كانت البداية هادا ما بتذكره نحن لحكيت عنه ايه كيف كان هادا ضغري ورا استوديو الفن بعدين اشتغلت بمسلسل تاريخي مع المخرج الكبير نجدد أنزور اسمه رمح النار كانت أنا ولي العهد رمح الفجر كان دور سنوي بعدين كانت أول بطولة بالبشوات كيف تخبره؟ مع الاستاذ بيلاد الهاشم كتابة طوني شمعون أنت كنت حاطت تاريجت براسك أنه بدك تمسل طبعا أكيد وما اشتغلت بالموضل الأبدا يعني ما اشتغلت بتذكر بهديك الفترة كنا نروح على برنامج قصمو جار الأمر كنا نقعد نزقف نحن ورا أنا وكتار من الأسامة معه كان من أعداد جار الأمر عن جهد كان في أنت كان في يوسف الخار كان في كتير أسامة مظبوط كان في أسامة طبعا بتذكرهم كتير منه طبعا كنا نقعد بالأوربيت كان يقدم البرنامج فكنت دايما روح أنت غسان سالم لممثل قل له أنا حابب مثل وهيك كل ما شوف حدا بالمهنة روح لعنده احكي معه قل له أنا حابب اشتغل بالمهنة لحد ما هيك شائط الظروف حلو وانطلقت بالمهنة اللي انتبتك إياها مازن معظم هلأ بما أنه حضرتك بلاشت حياتك المهنية كموضل وانت بتعرف أنه لقاي ابنه الرغب علمي كتير انتقد لأنه هو عمل موضل وانت بتعرف في أوقات إذا فيه مثلا ماركة عالمية مثل برادا أو شي ممكن لبسوه زهر أخطر أصفر بتعرف بجنه يعني بره انتقد كتير لأنه لبس زهر انتقد كتير لأنه هيدا شو الكلمة اللي بتقول عن لقاي يعني هل انت بتدعمه بتوقف حده أو بتنتقده مثل البقيين لا أبدا هو إذا مرتاح ومبسوط باللي عم يعمله وهو شايف انه هيدا اللي عم يعمله صح فهو لازم يكمل وإذا هو مبسوط باللي عم يعمله يعني وإذا هيدا طموحه هيك بحب يعمل الآن الناس بدأت انتقد لو شو ما عملته لو طلع بحجاب صح بدون ينتقده يعني لو شو ما عمل بدون ينتقده فيه ناس بتنتقد فيه ناس بتزقف فيه ناس بتبارك فيه ناس بتهاجم يعني أنا لما بلشت بالمهنة كتير ما بعرف شو بيخسر له ما بعرف شو بيفكره لا اتحربت مش انتقضوا فيه اتحربت يعني قطعوا لك وقفوا عمك شغل معي ايه ايه طيقوا كتير كتير ما بعرف هقول الناس هقول الناس شو بحسه شو بفكره شو بي ما بعرف بغاره ما بغا يعني الحمد لله الحمد لله أنا يعني هلأ ما في حدا ما بغار بس أنا إذا بدي غار من حدا ناجح بغار هيدا الغير اللي هي اللي بتحفزني أنه أنا أعمل شي بس ما بأزي أكيد وما بحيات ضرات حدا وحكيت على حدا الحمد لله يعني كأنك عم بتقلي يالي انتقدوا لقاي هني بغاروا وبدون يحيربوا من ناجحهم في ناس هك وفي ناس هك في ناس بتنتقد أنه لا هو ما لازم يلبس لأنه هو رجل وفي ناس بتقلك هو هيدا مهنة يعني ما نحنا كمان بينتقدونا انت شو بتقول أنا بقول أنه هيدا مهنة أكيد لأن هني هيدا الكلكشن تبعيتهم هو بيختار حبي يلبسها بيلبسها ما حبي يلبسها بيعتذر عن المشاركة على ديفلي تاني يعني ماضي عقد أو كونترا فيه يختار في هيدا طيب ما زل أنا هون استنتجت من حديثك أنه قبل كانت أصعب وقت كانوا حربوك وينتقدوك أو هلأ بزمن السوشيال ميديا مين مكان بيطلعوا بينتقد هلأ الانتقد عم يكون جارح يعني قبل كنا ما يكون في هيدا النقد المباشر من الناس يعني قبل كنا ننطر كل ناقد بالمجلات الشبكة أو هيدا المجلات يعني شو بدي يكتب عنينا نحنا كمسلين أو كفنانين بس هلأ صار فيه ناقد مباشر من الناس وتواصل مباشر فبتشوفي مرات فيه ناس بتكون لطيفة بحكيها فيه ناس بتنتقد ناقد بالناء وفيه ناس بتهاجم هيك لمجرد الهجوم هلأ انتقدك ناقد مأزي؟ من الناس؟ ما بتذكر طيب شو أبشع ناقد وجهوا لك؟ ما بتذكر شو أحلى شي كتبوا عنك؟ ما بحفظهم ما بحفظهم؟ شو أحلى شي وجهوا لك يا طيب بعدك خافزهم شي الحلو راح تضل خافزهم أكتر شي حبيت ست نضال أحمدية لما كتبت أنه يستحق بعمر صغير لقب الممثل القدير شو حلو؟ هيدا حبيتها كتير وحبيت كمان وقتها ست مريا مش قرأة أبو جودة لما كتبت صاحب الأسرار التمثيلية الملونة هو اللي حافظهم لأنه حبيتهم كتير ما نحن أول ما بلاش نصحاف والناقض محمد حجازي كتب بالجريدة مرة ما بعرف إذا بالسفير بتذكر سيد الأدوار المركبة والصعبة شي هيك فكمان بوجهله تحية استاذنا سيد عمد وصديق عزيز وهذا الجيل اللي كان ينفسنا بالأول نحن هلأ صارنا بما أنه استمرأينا ووكبنا العصر صاروا منفسينا غير مقياس الصحافة عندهم يعني أنا متى هلا أسهره نفسي شاب صغير طور أوقات ما بيكون دارس إعلام مش مخرج من الجامعة مثل الأسامي اللي حضرت هيدا المشكلة اليوم أنه أنت اليوم عفوا يعني اللي بيجد به على المنصات طب بديو يكتب عن الصورة هو ما بيفهم صورة بديو يكتب عن الإخراج وهو ما بيعرف شي عن الإخراج بديو يكتب عن المسلين وهو ما بيعرف شي عن التمثيل يعني هيدا مشكلة كمان هيدا مشكلة شو بدنا نعمل هيدا يعني أنت بتلاقي السوشال ميديا خليت المستويات تدنى بالنقد أو هيك وهيك هيك وهيك خليت أنه مين مكان يكتب فكيف تكتعملي فيلتراج ما حدا بيعرف طيب ما زل عم نحكي عن السوشال ميديا عشو ضب بتيبك ومصرياتك وفالي هيدا إيك فيديو وصلني فحبينها هيك أن نحطوا هيك شغلة مهضومة بس عم تمزح ما رح تفل من لبنان لا ما رح تفل ما فيه فل أصلا ليه؟ أول شي لأنه ولدتي الله يطول بعمرها يعني عمرها واحدة واثمانين سنة وهي موجودة على يطول بعمرها وأنا وحيد ما عندي أخوة فما فيه أتركها هيدا أول شي وتاني شي إنه أنا يعني هلأ وهلأ وبستصعب كتير إنه واحد يترك يعني ممكن مطلع يطلع صور بالخليج بمصر روحوا ترجع يعني روحوا برجع إيه إيه وبقى لك قلبي ممكن تبعد عن ولادك ولادة أكيد إيه وزوجتك زوجتك بتحب التمثيل بتدعمك تقولك يلا روحوا بتحب كتير ولا مرة اعترضتني بشي ولا مرة وقفت بطريقة حتى بالمسلسلات الجريقة يعني مثل مادام كارمن والكازانوفا شو جريقة؟ كان فيه شي باوس بوش أبوش أبوش أو لا؟ كان فيه كتير قصص بالمسلسلين كان فيه جريقة كتير مادام كارمن والكازانوفا كانوا مسلسلين فيهم جرقة كتير سو رانيا أنا وقتها قلت لها تلا رانيا القصة واحد اثنين ثلاثة وانت بكرة رح تسمع كتير حكي من الناس انا إذا انت ما بدك هاي الأدوار أنا ما بعملها قف لأنه شو حلو ايه أكيد تحترم رأي مرتك لأنه ما بدي أزعجها ما بدي إيها هي وعم تتفرج تكون مزعوجة ومتدايقة فهي قالتلي لا بالعكس هيده مهنتك وانا ما بنزعج أبدا وبالعكس لازم تعملها تاوزي مش من انتو التمثيل يا رب تا بدي إسألك سؤال أنا بيغلي بقلبي وما يعني ما كان العين إسأله لحدتين بس لأ أنت جان ومعظوم لزيز شي مرة بست وحدة ممثلة ما بتكون طيقة بس بالتمثيل مجبور أنك تبوصى تأريب مرة عالك تسمى فيك تأريب إذا مرأت بهالشعور شي مرة مرأت فيها ايه مرأت أو شي وحدة بديك تمثل منك دور حب وغرام تغمرها بيدك وهيك بتكون أنت مش طيقة صح أو مش طيقة لريحتها ما بدي أحكي بهالكوتاها دي بس أنه ايه مش طيقة لأنه أنا يعني ما في أتعامل مع الأشخاص الفيك ففي بتبقى بيبقى في ناس فيك هلأ أنا ليش أم قلتك مش طيقة لريحتها لأن الصبوحة الله يرحمه مرة قلتلي مرة جبروني بوس واحد بوش أبوش وكان أكل طوء فضلت الفكرة براسي من شيك طلعا بالأخت السؤال هلأ يعني بتعرفي أنه الناس تختلف بهذا الموضوع يعني في ناس بيبقوا هيك وناس هيك بس لأ أنا في في أشخاص ما كنت طيقهم طيب كيف تتصرف معهم وراء الكوليس من بعد مشهد الحب والغرام عادي 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 بس أنا ما بمثل بالحياة هاي مشكلتي أنا ما بمثل ما بعرف ما بعرف سير أنا إذا الشيء ببين علي يعني ضغر ببين علي حلو هلأ شو محضرين شي جديد مازن عمين حكي معي على عمل تاريخ برات لبنان شو حلو فين نعرف وين أبو ضبي إن شاء الله خير إن شاء الله يارب وأكيد نحن بنعلن عنه أول شيء وعجبتني سيد الشاشة الصغيرة بس ما فيوني صوروا هلأ لأنه بتعرفي التقس هلأ جايين عصيفية بس من هلأ عمي بلشوا يشتغلوا على الموضوع والتصوير بيكون بشهر عشرة إن شاء الله خير أنا بدي أدعي لك بالتوفيق بدويم النجيح وعجبتني هاي سيد الشاشة الصغيرة لا أي وحدة منهم تبعت محمد حجيزي صح سيد الأدوار المركبة والعميقة يصطفل أنا سيد الشاشة الصغيرة شو رأيك كلمة سيد بتلبقلك لأنه هيك بس بعد بكير بعد بكير كبير عليي بعد ولا أب بعدنا بعد هاي بحفظه لبعد كم سنة باركي أنا من هلأ لوقتها صرت بتاني عالم لا الله يطور بحمرك مازل أنا كتير بحب صدقتك وبحب لبقتك وليقتك وأنا ما عم بحكي بس تجيميل بدي أقولهم للناس أنه أنا هون ما عم بحكي بس تجيميل بس عنجات شخصيتك كتير كتير بتأثر فيي وإن شاء الله أنتك بتكون قدوة لكتير من الناس مش ضروري يصير عملك ستين سبعين سنة تتكون قدوة فيك هلأ تكون قدوة لأنك بتحترم أوقاتك بتحترم التزاماتك بتحترم تمثيلك بتحترم زملائك حتى اللي ما بتحبه وكمن بتحترمه أنا بدعي لك بالتوفيق وبالنجاح من شاء الله قريبا كمان نجع منشوف هلأ خلينا نعيش فرحة نجاح المسلسل رمضاني اللي قدمته بدبي نعيش فرحة هالنجاح وأكيد بلقاءة تانية إذا ألا رأت مرسي 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 هلأ وأنا بتشرف أني كوم معيك أنت قام كبيري بهد المهنة ومنحبك كتير واسم كتير كبير منتشرف أن نكون موجودين معيك وأصلا الحوار كان سلس ولذيذ كتير وما حسينا بالوقت مرسي لألك سيد الشاشة الصغيرة نحن كونوا معنا الأسبوع المقبل لنقدم لكم حلقة جديدة إذا ألا رأت موسيقى موسيقى لا تجن ولا تحتد ياخي ما بتحرض هالقاف في اشيا بهات دنيا اصع ما بدا هالقاف